مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة طقس لطيف أثناء الليل طقس صيفي معتدل نهارا مع ظهور بعض السحب المنقفضة وارتفاع قليل على درجات الحرارة بالإثنين مع بقاء الأجواء صيفية معتدلة إلى صيفية عادية بوجهان مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة طقس لطيف الرطوبة النسبية مرتفعة قليلا حوالي 89% تقترب من التسعين وبالتالي هناك شابورة وتدني لمدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول والصورة المتوقعة بحدود 19 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الأحد طقس معتدل أثناء النهار لطيف أثناء الليل درجات الحرارة أقل من معدلاتها بقليل تظهر بعض السحب المنخفضة العظمى بحدود 27 وصورة 18 يوم الأثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة ترتفع حوالي درجة إلى درجتين أجواء صيفية معتدلة إلى صيفية عادية درجات الحرارة قريبة من معدلاتها طبعا تظهر بعض السحب المنخفضة أحيانا خاصة في فترة الصباح العظمى المتوقعة 28 وصورة 18 أيضا الثلاثاء بتستمر الأجواء صيفية معتدلة نهارا لطيفة ليلا العظمى المتوقعة 27 والصورة 18 درجة مئوية الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصورة المتوقعة في المناطق الشمالية إربد 31 و20 عجلون 29 و18 جرش 30 و20 والمفرق 31 إلى 19 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقات 29 و19 مأدبة 27 و18 عمان 27 و18 والزرقاء 30 إلى 20 البحر الميت أجواء حارة 39 إلى 28 درجة مئوية والمنطقة الجنوبية الكارك 28 و17 الطفيلة 27 و18 الشراء 26 و16 والعقبي أجواء حارة 37 إلى 27 درجة مئوية ومعان 31 إلى 21 درجة مئوية المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا الأزرق 34 و22 الصفاوي 34 و21 والرويشد 34 إلى 21 درجة مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه